موسيقى إذا بقاحكم يقول الرب اتخمت من محرقاش كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر حين تبسطون أيديكم أحول عيني عنكم لي يا رب أيديكم ملآنا دمان يبقى الرب بيعمل ايه مش عايزهم يقتلوا وضد القاتل وهو ضد القاتل لما جل العهد القديم ولأ يقول هذه الستة يبغضها الرب سبعة هي ما كراهت نفسه عيون متعالية لسان كاذب أيدي سافكة دمان بريئا يبقى الرب ايه ضد الدم وضد سافك الدم وضد الكذب وضد الخيانة العهد القديم زي ما العهد الجديد علمنا محبة العدو مرات الناس فاكر ايه ده في العهد الجديد بس ده في العهد القديم يا كل مشاهد أرجوك بص معايا في سفر الأمثال 24-9 يقوله ايه لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهي قلبك إذا عثر ما فرحش بسقوط عدوك ده أنا فاكر بس إني محبة العدو في العهد الجديد ده في العهد القديم أشهر آية عن محبة العدو كلنا بنحبها أنا هقول لكل مشاهد دلوقتي ده مقتبسة من العهد القديم لما نقرأ أمثال 25-21 إن جاع عدوك أطعمه خبزا إن عاطشة اسقهي ماء فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجزيك كل الناس فاكر أن بوليس بس في روميا هو اللي قالها ده من العهد القديم نعم محبة العدو في العهد القديم في أكتر من ما يقول في خروج 23-4 إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ردوا إليه السنظر مش ده العهد القديم اللي بيعلمني محبة العدو يعني لما نقولها بلغة النهاردة إن لقيت عربية عدوك حسن في نار جاية ناحيتها اجري بسرعة وطف طف النار لقيت أي حاجة لما يجي في لويين 19-18 يقول له لا تنتقم ولا تحقد هذا تعليم الرب لشعبه أكتر من كده العلاقة بالغريب في خروج 22-21 يقول له لا تضيقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر أرض مصر ما تضيتش الغريب ده الناس فاكرة أني أقتل للغريب أقتل العدو لويين 19-34 يقول له كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عنده وتحبه كنفسك أحب الغريب كنفسي أدي أدي العهد الأديم أنا آسف أنا طولت عليك في الجزء ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر